بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع يقول المولى سبحانه وتعالى وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام ووفقنا للسير إليه وتقبل منا الصلاة وصالح الأعمال والبيت الحرام كما وصفه ربنا سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين ذكر الله الهدى فيه قال وهدى للعالمين والهدى نوعان هدى في العمل وهدى في العلم الهدى في العمل لأن الحاج يقوم بالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة وبالوقوف على عرفات ويلتزم بالأخلاق ويقوم بأداء المناسك وبالتلبية وبالذكر هذا هو الهدى في العمل وأما الهدى في العلم لأن الحاج يتعرف على عظمة رب البيت سبحانه وتعالى من خلال هذه المناسك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين وعندما أوجب الله الحج إلى بيته الحرام ذكر محاسن البيت تشويقا للناس وتحبيبا للناس إلى زيارة بيته الحرام ووصفه بخمس صفات إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فذكر في هذه الآية أولية البيت أنه أول بيت للناس إن أول بيت وضع للناس وسانيها ذكر أنه بيت مبارك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وسالسها أنه هدى للعالمين للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين ورابعها من هذه المحاسن التي ذكرها الله عن البيت الحرام تشويقا لزيارته ذكر ما أودع فيه من الآيات من الآيات والبينات والعبر فقال فيه آيات بينات مقام إبراهيم وخامسها ذكر حصول الأمن لداخله ولمن كانوا حوله من الناس والدواب والطيور والأشجار حتى الوحوش فقال ومن دخله كان آمنا بعدما ذكر محاسن البيت وذكر هذه الصفات بيّن ربنا سبحانه وتعالى إضافة البيت إلى ذاته وذلك في قوله سبحانه وَطَهِّرْ بَيْتِي والإضافة هنا إضافة تشريف وتعظيم وهذا يدعونا إلى تعظيم البيت الحرام وَطَهِّرْ بَيْتِي للطائفين والقائمين والركع السجود هذا يدعونا إلى تعظيم البيت الحرام ويدعونا إلى تعظيم رب البيت والحج له بعد آخر ففي الحج تظهر قوة المسلمين وتظهر وحدتهم واصطفافهم حول البيت الحرام وطوافهم بهذا البيت والسعي بين الصفا والمروة يدعونا ربا واحدا ويلبسون سوبا واحدا لا فرق بين أعجمي وعربي ولا أسود ولا أبيض الكل في حالة مساواة يدعونا ربا واحدا ويبتهلون إليه وهذا البعد الذي ذكره العلماء قال عنه الغرب ويلٌ للمسلمين إن لم يعرفوا معنى الحج وويلٌ لأعداء المسلمين لو أدرك المسلمون معنى الحج ويشير إلى هذا الكلام الإمام عليٌ كرم الله وجهه في قوله الحج تقويةٌ للدين نعم الحج تقويةٌ للدين والإيمان والحج بناءٌ للأنفس والحج التزامٌ بالأخلاق اللهم وفقنا لرؤية محاسن هذا البيت الحرام واللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد من زاره ممن حجه أو اعتمره تعظيماً وتشريفاً اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته